اشتركوا في القناة يسير رشوط رئيسي للأبكار ونتابع مباشرة الى المقدمة هلولة نتابع هنا من حاف سعيد بن خميس بن عامر العمري هنا تحتل المقدمة والبداية بينما هنا في المركز الثاني سلام عبيد بن محمد بن مرخان الاكتبي بينما اللي اتدخلت في المركز الثالث هو صلاة الشاهدية لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحباب ورابع التحديات هذه هي مخيفة يوسف بسلطان بسعيد الراشدي المركز الخو بسضبي مطر بسالب مطر الراشدي هذه هي النتيجة هكذا النداء للخمسة المراكز الأولى ولكن العودة الى مقدمة الشوط العودة الى منحاف الله يا منحاف يتقدم ابو هزاع ليقدم انطلاقة منحاف سعيد بن خميس بن عامر العمري ولكن اللي وصلت اللي تقدمت الشاهنية لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي وثالث المراكز هذه الضبيل مطر بسالب مطر الراشدي ولكن ما شاء الله ما شاء الله يا بو جابر ما هذه النوعية الفريدة اللي تقدمت الابكار هذه الشاهنية لعلي بن جابر بن مصلح الاحبابي سلام يا ابو جابر سلام ها هو ابو جابر ينطلق مع البداية الأولى يدشن اول الانطلاقات بهذه النوعية الفريدة اللي هنا تلفت الانظار في البداية الأولى تهانينة والناموس لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي على هذا الفوز المركز الثاني وصلت على المركز الثاني هذه هي الشاهنية سعيد بن مبارك بن مرخان اكتبي المركز الثالث كان الوصول من مخيف ليوسف بن سلطان بن سعيد الراشدي هذه هي النتيجة مشاهدين العزاء للثلاثة المراكز الأولى اولى تهانينة والناموس لبن مصلح على فوز الشاهنية وايضا انتزاعها للشوط الأول الرئيسي بالنسبة في هذا الصباح الجميل التوقيت الزامري عطرة دقيقتين وثلاثة عشر ثانية تهانينة والناموس لعلي بن جابر بن حمد بن مصلح الاحبابي على فوز الشاهنية وتسقيلها لهذا التوقيت المتميز في هذا الصباح مع اول الانطلاقات تهانينة والناموس اشتركوا في القناة